اللهم انك عفوهون كريم و انت حبوا العفوة فعفوه عنا بما انها لسه في رمضان قولها كتير قوي وبالذات من الوقت اللي بعد الفطار لحد السحور دعاء مستحب جدا وبالذات في العشر الاواخر اللي احنا فيهم دول سيدنا النبي يوصى به وكمان اذا ربنا عاف عننا اتتك حاجتك بغير سؤال الحاجة اللي انت عايزها ربنا هيحقق على طول ندخل في موضوعنا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته و احنا بيكم هاردة في درس جديد على قناتي سفتي وتي في حالات هاردة ان شاء الله نشوف ازاي نرسم ريتشارد ابو جامبل الرسم اللي انت شفتها عندي على الانستجرام لينك الانستجرام تحت في صندوق الوصف و حاجة تاني لو انت اول مرة تشوفني او اول مرة تدخل على القناة فانا اينصف محمد و دي قناتي لتعليم الجرافيك والديجيتال ارت و شوات حاجات حلوة تاني لو انت اول مرة باعليك كمان في الرسم الديجيتال اصلا بس انت بتتفرج عليها دايما انزل شوف اول لينك تحت في الوصف درس اللي رسمنا فيه شهاب من الدبابة الثلاثة الدرس دوت مفصل جدا عشان لو انت لسه مش عارف ازاي التعامل مع الديجيتال ارت شوف كل ده و لينك الفرشة اللي هنستخدمها تحت في الديسكريبشن و يلا نبدأ الدرس تمام شخصية ريتشيرد من الشخصيات الملكلكة جدا الشخصيات اللي كان عريضة جدا و فيها كمان كانت اكتر حتة عجبتني افرسمها هي حتة اللي هي اللي تحت بقه و الحتة الكيرفي اللي تحت بقه دي كانت رهيبة بصراحة ف ازاي تم رسمها كل دوت هترد عليه في الدرس اللي في اول لينك تحت في صندوق الوصف الاسلوب واحد و الطريقة واحدة الفرق هي الالوان بس مش اكتر بنملى الدنيا كلها بالبين تول وبعد كده بنبدأ نحدد المناطق اللي احنا عايزين نلونها و نجيب الفرشة و نجيب لون غامق و لون فاتح و نبدأ نظلل و نفتح لحده مش شخصية تبقى كأنها سريدي تبقى شخصية برزكة فشوف الدرس و اذا في حاجة عايز تسأل عنها سألني عليها تحت في الكومنتات و الله ما انك عفوهم كريم و انت حبوا العفو فعفو عنا اصيبك مع بقية الدرس متنساش تبقى تعمل لايك للفيديو و تبقى زنشور الوحن باعي زي تعلم عن الديجيطال اردل انا لسألش تجانبك و افضل مهم افضل مهم افضل اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة